بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتحدثون عن صاروخ حديث جدا بيقول لك لا يمتلكه إلا 3-4 دول يعني عدد قليل جدا وإنه صاروخ نادر وصاروخ قوي وصاروخ وعملين يمدح فيه وبيقولوا أن هذا الصاروخ سقط في العراق طيب هو لو هو بالقوة لنتب تتحدث عنها هذه كيف يسقط في العراق ومن أطلقه ومن الذي أسقطه في العراق ده الموضوع اللي هنأشك فيه النهاردة وهطرحه وهدي لك خلفية برضو عن الصراع داخل العراق وإن كان العراق إحنا مش مدين لها حقها وهي عنصر قوي جدا في بؤرة الصراع الدائر المهم خليك معايا وركز وجاي لك بعد الفاصل من فضلكم دعم القناة بالاشتراك المدفوع أو بالشكر المدفوع أو بالاشتراك في القناة يعني العضوية وتفاصيل أكثر في تعليق مثبت أسفل الفيديو واجزاكم الله خيرا الصاروخ اللي هو عامل هذه الضجة يا ابو الشباب أولا الصور المرفقة شكلها مش مقنع كتير وواضح أن الموضوع فيه اتفاقات وواضح أنه هو ضمن الحرب التجريبية اللي شرحتها لك عشر مرات قبل كده بهدف تحقيق الردع مش أكتر من كده الصور بتاعته مش مقنعة كتير لكن الأغرب أنه محدش أعلن من أين انطلق هذا الصاروخ ولماذا بيقولك جهة مجهولة أطلقته طيب جهة مجهولة أطلقته منها يمتلكه في المنطقة ويطلقه على العراق إلا الصهينة ما هي دي تساودي على طول لأنه مش من المنطقة لحد تاني هيطلقه على العراق فهم عايزين يزرعوا في زهنك إنه هناك صاروخ وإن إسرائيل هي اللي أطلقته ولكن في نفس الوقت عايزين إنه ما يكونش فيه استفزاز جامد وما يكونش فيه مسئولية والصهينة ما يعترفوش والصهينة لو اعترفوا هيدخلوا نفسهم في مشاكل داخلية لأن القاد الصهينة الوقت فيه مأزق كبير جدا أصلا عمالين يكذبوا وكذبهم تخبط في بعضيه وتضارب في بعضيه والإعلام جوه عمال يسلخ فيهم يعني ما هم شي نقصين مشاكل فعشان كده مش عايزين حد يقول لهم أنتو بتفتحوا علينا جبهة جديدة وبتقروا علينا جبهة جديدة من هذا المنطلق لكن أنا قلعتي إنه هو غالبا هذا الصاروخ الصور المطروحة مش مقنعة لكن أنا أعتقد إن كان أطلق صاروخ بالفعل فهو في ضمن الحرب التجريبية وواضح إن الصهينة في كل حرب تجريبية بيخسروا المعركة التجريبية وبالتالي بتتقلص قدرتهم على الردعة عايزة أختم كلامي عن موضوع الصاروخ اللي بيقول لك لا يمتلكه إلا أربع دول أقول لك أن هذا الكلام كله مبهم أصلا يعني هو كان المفروض يقول لك أطلق صاروخ من نوع كذا وهذا النوع لا يمتلكه مثلا إلا تلت دول أو أربع دول إنما الموضوع واضح إنهم بيعملوا تهويل في المسألة طيب ما هو ممكن الدول التانية لا تمتلك الصاروخ لكن تمتلك بدائل أشد منه أو تأدي نفس الوظيفة بتاعته يعني أنت عندك في أمريكا عندك في أمريكا في مثلا الباتريوت والساد وعندك في روسيا في البدائل بتاعتها اللي هي S300 و S400 وفي الصين طبعا أكيد في حاجات أحدث من كده ولكن الصين ديت يعني بتتكتم على كل شيء ومش عايزة تبين أي قوة وكل وسائل أو كل أسليب الرادعة وكل حروب الرادعة وكل تجارب الرادعة بتحلها للروس وبتاخد المعلومات من غير ما تكشف عن حاجة عنها ده اللي الصين بتعمله فهم ما كشفوش أصلا عن نوعية الصاروخ وعن الأمور دي تقول موضوع مش محتاج يعني يعني نحن نتكلم فيه أكتر من كده عشان عايزة نتقل بقى إلى الشيء المهم جدا إيه هو لسه أهم من الصاروخ في يعني في وجهة نظري أنا إيه هو هو إن أمريكا في حقيقة الأمر بتدعم مقتدى الصدر في العراق وعايزة تخلي مقتدى الصدر يطرد الإيرانيين ويطرد يعني كلاب إيران من العراق كمان أو إن هو إن ما كانش يطردهم لأنهم عراقيين فإن ما كانش يطردهم فعلى الأقل إن هما يعني يتخلوا عن إيران ويبدأوا يخشوا في الجيش بتاع الصدر وبالتالي أمريكا تقطع الأذرع الإيرانية من إيه من العراق هذه هي يعني هذه الفكرة اللي هي أمريكا بتحاول إن هي تنفذها طيب إزاي تعمل الموضوع ده الموضوع ده ما هو القاعدة اللي أمريكا لسه قصفاها من حوالي يومين هذه هي قاعدة للحجد الشعبي اللي هما يعني بتوع أهل البيض والبيض مش عارفين كلام ده لكن في حقيقة الأمر هذه القاعدة كانت أمريكية من قبل وبعد كده الإيرانيين خدوها ودوها للحجد الشعبي هناك وكده وأمريكا الوقتي بتركز على نوعيات معينة في القتل وواضح إن هما عندهم تخابر رهيب جدا وعندهم القدرة على الاختلاق المخابراتي بشكل كبير جدا لأن هما بيقتلوا شخصيات معينة ما همش مشاهير وما حدش يعرفهم في الإعلام كتير لكن هما على الساحة الداخلية مؤثرة للغاية ومؤثرين جدا وهيكون قتلهم هو عبرة ودرس للناس اللي هما بيتبعوهم يعني الفكرة العامة إن أمريكا بتضرب في الحجد الشعبي وبعد ما تضرب الحجد الشعبي يا أبو الشباب اللي هيحصل إيه؟ الأفراد بتوع الحجد الشعبي هيبحثوا عن سلامتهم الشخصية وهيعرفوا إن هما هيكونوا هدف فيقول لك لما القائد فلندا مثلا قتل أو كده أو يعني قصفوا بطائرة مسيرة أو ما لها يعملوا فينا إحنا يفكر بهذه الطريقة من ناحية تانية بقى العمل المخابراتي اللي أمريكا هتنفذوا بيد الجماعة بتوع مقتدى الصادرة هو إن هما يفتحوا لهم باب آخر يعني هيبدأ أقول لهم تعالوا انضموا سيبكم من إيران وتعالوا انضموا لمقتدى الصادرة مقتدى الصادر محدش هيقدر يضربوا لأنه بيلعب على الصلاع العالمي وهيبدأوا يفهموهم إن مقتدى الصادر قوي وفعلا مقتدى الصادر قوي مش معانا كده إن أنا بمدحه أنا مش راضي عن الجماعة المجوس دول خالص لا عرب ولا عجب منهم أنا الحتة دي هوضح لك في آخر الفيديو إن شاء الله رب العالمين فالخلاصة إن الجندي اللي هو بتاع الحجد الشعبي دوت هيعمل إيه هيبقى قدامه إنه هو لم يعد في أمان في ظل الحجد الشعبي المدعوم إيرانيا فهيبدأ يروح لمن هيبدأ يروح للجماعة بتوع مقتدى الصادر وهم هيشجعوه على كده وهيدوله نفس الراتب وهيعملوه معاملة أحسن والهدف من ده كله الهدف هو هدف مقتدى الصادر وهدف الأمريكان هو طرد إيران من العراق وتركيا لها مصلحة كبيرة كمان في الموضوع دوت والحقيقة مقتدى الصادر هذا يعني أثبت إنه عنده عبقرية في اللعب على الصراع العالمي أو على الأقل إنه فاهم الصراع العالمي وفاهم الغدر وفاهم الأمور دي كلها وبالتالي بيبحث عن أمانه وعن أمان أتباعه في المركز الأول وبعد ذلك يعني بياخد قد ما بيدي أو بيدي قد ما بياخد غير الجماعة التانين التانين تيجي تلقى تروح لواحد زي السيسي تلاقيه منبطح وما بياخدش واحد من الألف حتى من اللي أمريكا بتاخده إنما أنا أعتقد أن مقتدى الصادر يعني عنده دراية كافية بالصراع في المنطقة والصراع العالمي لو كان صدام حسين الله يرحمه عنده هذه الدراية كان تغير وجه العالم الآن بعض الشيعة المجوس بيخشوا يعلقوا على الفيديوهات بتاعتي بشكل سلبي وأنا لا يعنيني هما أصلا لكن نصيحة لوجه الله نصيحة لوجه الله لكل شيعي عراقي وعليه أن يسمع الكلام اللي أنا بقوله هذا ويفكر فيه كويس وهيلاقي الحقائق قدام عينه إيه هو إيه هي النصيحة دي النصيحة دي عايزة أقوله فكر فيه العراق أيام صدام وفكر فيه الفترة اللي فاتت فيه العراق ما بعد صدام أكتر من ربع كرن الوقت وقارن بندي وقارن بنديت وشوف إيه اللي حصل كل شيعي في العراق كان سعيد جدا بأن إيران بتنتصر على العراق في الحرب وكان متهيأ له أن إيران هتخش العراق وهتمكن الشيعة وهتخلي العراق جنة وأن صدام كان بيسرق العراق ده تصور اللي كان في دماغه أنا عايش أن أكون منصف عايز أقولك الجماعة اللي تحت صدام كمان كانوا مديرين البلد وصدام مش حاسس بحاجات كتير لأن صدام استعان بالشيعة في جهاز المخابرات بتاعه بيفكرني بالخليفة العباسي أيامه لكو لما استعان بابن العلقمي واستعان بالطوصي يعني كوارث كوارث جمدة جدا فاللي حصل البطانة اللي تحت صدام يابو الشباب شغال مع المخابرات الأمريكية ودي وضحت في غزو العراق وهم جايين على الدبابات ومعروفة والمسألة مش عايزة يعني أكتر من كده إن كان إياه العلاوي ولا أحمد الشلبي ولا العلم دي يعني تاريخ محدش يقدر ينكروا هم العراقيين كانوا العراقيين الشيعة كانوا يرون إن هذا من باب المناورة لكن لاحقا شافوا بقى الدمار والخراب إزاي ما أنا قلت لك كل شيعي كان يعتقد إن إيران جاية تعمل العراق جنة عشان يعيشوا في الجنة وما يعتبروش أهل السنة ده الموضوع مش في دماغهم لكن أنا بكلمك على الوضع اللي حصل الوضع اللي حصل إيه الوضع اللي حصل إن إيران دخلت خطفت مليون إن إيران دخلت العراق خطفت مليون أو أكتر من مليون عراقي بما فيهم شيعة أصلا تخطفوا كمان وبالتالي وده بيدل لك ليه هو مختار الصدر بيعاند وبيعارض إيران لأنه شايفها بتخرب وبتنهب وبتسرق بتاخد البترول العراقي بربع السعر العالمي وبتدلهم الغاز الإيراني اللي هو مليء بالكبريت واللي هو صعب استخراجه بتدلهم بأربع خمس أضعاف السعر العالمي يعني واحد لستاشر باختصار يعني كارثة يعني بينهبوا بيمصوا دم العراق فالشيعي العراقي أنا طبعا مش عايز أكلمك عن السنة العراقي لأنهم بيعتبروا أهل السنة نواصب وبيعتبروا أهل السنة أعداء وبيعتبروهم كفار وكده لكن أنا بس بكلم الشيعي من منطلقه هو ومن أفكاره هو عشان يقارن ربما يرى الحقيقة فإيه اللي حصل يا بالأبطال اللي حصل إن إيران اللي حصل بالفعل دخلت خربت العراق ونشرت الفقرة والدولار الأمريكي والدينار العراقي كان بتلاتة دولار ونص تقريبا أو تلاتة دولار وتلت أصبح الدولار في بعض الأحيان بيتجاوز العشرة والخمس عشر ألف دينار عراقي يعني خراب مستعجل من كل ناحية المشكلة ما اختصرتش عند هذا الحد المشكلة إن الفقر انتشر في العراق بشكل مهول للغاية بشكل لا يخطر لك على بال ده اللي إيران عملته وده هي الكرسى اللي إيران عملتها في العراق ودي محدش يقدر ينكرها حقيقة قدام عينك العراقي اللي كان بيروح أوروبا سياحة بقى يروح أوروبا لاجئ وده اللي هو يعني اللي حظه جيد جدا وعارف يهرب وعارف يوصل لأوروبا غير العراقيين اللي اتنصب عليهم في تركيا ما قبل أردغان انتنصب عليهم هناك عصبات تقول له أيوة وهنهربك وكذا ومش عارفه ويغضوا فلوسه وما يهرباش ولا يقدموا له أي خدمة واللي هرب ده أصلا كان بيع كل شيء يعني قصص وكوارث حزينة للغاية عملتها إيران وسببها إيران وللأسف الشديد جدا العراق لا يرون السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو إيران وليس أمريكا أو بالأحرى عشان نكون منصفين إن هو المشكلة مشاركة بين أمريكا وبين إيران وخربوا العراق ودمروا أهل العراق لا سيما أهل السنة منهم وحتى الشيعي العراقي بتاع الحجد الشعبي خليه فكر في نفسه شوية وشوف هو أبوه كان أيام صدام حسين وهو الوقتي أصبح أيه هيعرف الفرق الرهيب باختصار أبوه أيام صدام حسين كان بيشتغل عنده أكله وشربه وحكته الأساسية ما بيشتغلش الدولة كانت بتكفيه وكانت بتدي له مميزات مش قليلة وما كانش أبوه لا هو ميليشياوي ولا هو مرتزق شغال عند صدام ولا أي حاجة كان المطلوب منه أن يسكت وما يدخلش في السياسة وبس ده كان المطلوب من أبيه طيب الوقتي هو إيه اللي حصل اللي حصل إن إيران دخلت ونشرت الفقر وخربت الدنيا وأمريكا عملت حصار على العراق ومنعت البترول ونهبوا البترول هما والإيرانيين شراكة وبعد ذلك أبو الشباب لما انتشر الفقر في العراق انتشر بشكل مقصود ومتعمد من الإيرانيين وبالتالي الناس احتاجت ولما الناس احتاجت أصبح الوقتي الشاب إيه اللي بيحصل بيشوف أبوه محتاج وابنه محتاج واخوه محتاج وهو محتاج ومراته محتاجة وكده فبيعمل إيه؟ بيدور على شغل ما فيه الشغل بيدور على الخروج من العراق والوصول إلى أوروبا أو إلى أي بلد يشتغل فيها نادر جدا إن واحد كان بتحصل معاه الحكاية دي وبعد كده ببيعش قدامه غير إنه هو إيه؟ في العراق نفسها يعني قاعد في العراق نفسها فلازم يدور على أي شغلانة ما بيلاقيش شغلانة غير إنه هو يشتغل ميليشياوي عند الإيرانيين وبس يشتم في الصحابة ويشتم في أم المؤمنين ويشتم في أهل السنة ويدبح فيهم وكل ده مقابل إيه؟ مقابل إنه هو يخد له مثلا بضع مئات من الدولارات نصها بيستردوها الإيرانيين بإنهم بيبعولوا الحشيش وبيدمن على الحشيش يعني كإنه شغال بقى أقل من نص المرتب اللي ما بيكفيش وما بيكفيش الناس اللي هو بيعولهم دي الحقيقة يا جماعة دي الحقيقة اللي حصلت واللي ما شفهاش يبقى أعمى خلوني أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم